رفع سموه العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 بايدك رفع جزيل شكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدل قائد الأعلى على الرعاية السامية لهذه التظاهرة الدولية المرموقة وأضاف سموه أن استضافة مملكة البحرين لحدث عالمي كبير بحجم معرض ومؤتمر بايدك لهو ترجمة لتطلعات قيادتنا الحكيمة حفظها الله ورعاها بشأن استثمار الموقع المتميز للمملكة على خارطة الفعاليات العالمية وبيان مزاياها التنافسية كملتقا للثقافات والحضارات وموطن الحوار والسلام وأشار سموه إلى أن بايدك يعد أول معرض دولي شامل في المنطقة يتضمن الوسائل الدفاعية البرية والجوية والبحرية وبذلك يمثل فرصة لالتقاء الخبراء والمتخصصين ويشكل منصة تعرض عليها كبريات الشركات العالمية أحدث نظم الدفاع والتقنيات العسكرية ما يعد مؤشرا مهما على ما تتمتع به المملكة من علاقات دولية مميزة نابعة من ثقة الشركاء والحلفاء الإقليميين والدوليين وقال سموه إن هذه الاستضافة تؤكد أن صناعة المعارض في البحرين قد نجحت نجاحا باهرا وإن هذا المعرض في طريقه لتحقيق نقلة نوعية تضاف إلى إنجازات البحرين في قطاع صناعة المعارض ليضيف على ما تحقق للمملكة على الخارطة العالمية في هذا المجال الحيوي ونوه سموه العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد إلى أنه سيتم استضافة عدد من الفعاليات الهامة المصاحبة للمعرض والتي من شأنها تعزيز مكانة البحرين كوجهة رائدة في استضافة الفعاليات العالمية بما في ذلك عروض المضلات والرماية والمركبات العسكرية والعروض القتالية وأوضح سموه أن المشاركة في المعرض واسعة من جانب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية حيث سيجمع نحو أكثر من خمسين شخصية من كبار القادة والمسؤولين من العسكريين والسياسيين وصناع القرار من مختلف دول العالم وبمشاركة ما يزيد عن مائة وثمانين عارضا ومصنعا دوليا ومزودا لأحدث المعدات والتقنيات والأنظمة العسكرية الدفاعية وبلغ إجمالي المنصات في المعرض مائة وخمسة عشرة منصة وسيستقطب أبرز صناع القرار في الحكومات والجيوش والصناعات الدفاعية لأكثر من ستين دولة وسيشارك في مؤتمر التحالفات العسكرية في الشرق الأوسط المصاحب للمعرض ثمانمائة مشارك من داخل وخارج المملكة وسيتحدث في المؤتمر أكثر من عشرين متحدثا كما أنه من المتوقع أن يحضر المعرض أكثر من ثلاثة آلاف زائر من داخل وخارج المملكة وأشهد سموه بكافة الجهود الطيبة التي بذلتها جميع الجهات المنوطة بالعمل لإنجاح هذا المعرض في سبيل تحقيق رؤية حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رخاء وازدهار المملكة وأعرب سموه عن فخره بما وصلت إليه قوة دفاع البحرين من تطور واقتدار وجاهزية قتالية عالية باعتبارها قوة عصرية تسهم في إرساء الأمن والسلم الإقليمي كما أنها الركيزة الأساسية لحماية المقاومات والمقدرات الوطنية وأوضح سموه أن ما يشده العالم اليوم من أحداث متعاقبة تلقي بظلال تأثيراتها ومخاطرها على الأمن الإقليمي والدولي وتطرح حتمية قيام التحالفات العسكرية للوقوف أمام التحديات القائمة وتنسيق الجهود ليكون العالم قوة واحدة متماسكة ذات رؤية مشتركة وموقف موحد وعليه سوف يتم تنظيم مؤتمر البحرين الدولي للدفاع التحالفات العسكرية في الشرق الأوسط بجانب المعرض بالتعاون مع قوة دفاع البحرين ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات حيث سيتم خلاله مناقشة القضايا الرئيسة والخاصة بالتحالفات العسكرية في المنطقة وقال سموه العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجلة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 إنه من مسؤولياتنا في هذا الوقت القيام بدور في تيسير الشراكات الاستراتيجية والتحالفات في محاربتنا المشتركة للإرهاب في العالم